نتمنى بالتأكيد المشاهد دي ما نشوفهاش في الملاعب ولكن عايزة أتكلم على موضوع الإجراءات الطبية اللي دايماً بنتكلم عليها وتنبح صوتنا فيه اللي احنا نوصل رسالتنا لكل المسؤولين من ساعة وقعة أحمد رفعت بقالها أكتر من حوالي 7-8 شهور واللاعب لما سقط في أرضية الملعب يمكن أنا في شفاكر الواقعة كويس جداً وتفرقت عليها أكتر من مرة سقط في أرضية الملعب خد حوالي نص دي أو دي لغاية لما دخلت سيارة الإسعاف وطبعاً في الحالات اللي زي دي الثانية بتفرق كلها أعمار بيد ربنا صحوانه وتعالى ومحدش يقدر يتدخل في قضاء ربنا صحوانه وتعالى ولكن بناخد بالأسباب بمعنى سيارة إسعاف دخلت بعد حوالي نص دي ولا دي وبعد ما دخلت سيارة الإسعاف خدت وقت على ما تحرقت للمستشفى رغم أن جرى العرف لما شفنا الحاجات دي والمواقف الصعبة لزي دي في أوروبا أنت الأول بتعمل بعض الإجراءات الطبية على أرضية الملعب عشان الفحوصات أو الإجراءات والإسعافات اللازمة اللي بتتم في أرضية الملعب بتبقى لها دور وعامل كبير جداً أنك تقدر تنقص حياة البني آدم اللي وقع في أرضية الملعب ولكن نفس الخطأ ونفس المشكلة اللي احنا شفناها في إصابة أو واقعة أحمد رفعت في أستاذ الأسكندرية اتقررت في مباراة أستاذ كافر الشيخ في الأسبوع الماضي أنا نفسي الناس تتعلم من الدرس ده اللي نفسي أشوفه دايماً في منظومة الكرة المصرية لما بيحصل خطأ والكل بيعد يتكلم عليه وبنعمل حلقات وبنتناقش وبنجيب ده كترة وبندخل مسؤولين والمتحدث الرسم للوزارة بيعلى والتحاد الكرة بيبعث خطابات والناس كلها بتعمل خلية نحن وبتشتغل بس بعد شهور أنا أشهول بعد سنين بعد شهور بتتقرر نفس الوقع إيه الإجراءات الطبية اللي تمت عشان نقول أن الناس فعلاً عملت شغلها مفيش هل في إجراءات طبية كانت ماشية بنفس السياق لا ما شفتش أنا بقى شفت لقطات المباراة بعيني محدش حكالي اللعيب وقى في الملعب اللعيبة كلها تلمت عليه نزل الجهاز الطبي خد دقيقة على ما سيارة الإسعاف دخلت الملعب وعول ما دخلت سيارة الإسعاف مفيش في ثواني اللعيب تحط في سيارة الإسعاف وتحرك على إحدى المستشفيات الله أعلم هكت قريبة من الملعب ولا بعيدة عن الملعب ولكن اتقال إن ات عمل إنعاش للقلب وإجراءات طبية حصل فيها محاولات عديدة ولكن في النهاية يمكن قضاء الله وقدره وكان أمر الله نافذ يعني وتم الإعلان النهاردة صباحا عن وفاة محمد شوق لعب قفر الشيخ أنا عايز أفكر حضراتكم بخطاب اتبعت في شهر إبريل الماضي يعني بالضبط بقاله سبع شهور الخطاب ده اتبعت من اتحاد الكورة للأندية ومركز الشباب اللي بتشارف كل لمسابقات ومراحل كل البطولات اللي بينظمها اتحاد الكورة وقدمكم حتى الخطاب على الشاشة ده مرسل من اتحاد الكورة من خلال المدير التنفيذي دكتور وليد العطار لأندية ومراجز الشباب في الدور العام والموضوع كان عنوانه الرئيسي توفير جهاز الإنعاش القلبي بالدور العام بجميع أقصامه في الموسم المنقضي اللي هو انتهى في شهر تمانية اللي فات وتقال في دوق الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة وأداء العمل بقطاع الرياضة والحرص على صحة المواطن بصفة عامة والرياضين بشكل خاص نرفق لسياداتكم خطاب وزارة الشباب الرياضة بدرورة وجود جهاز الصدمات القهربائية بسيارات الإسعاف التي تقوم بعملية التأمين الطبي بجميع مباراة الدور العام هل سيارة الإسعاف اللي كانت موجودة في المباراة كان فيها جهاز الصدمات القهربائية ده سؤال بنترحه وأكيد نتمنى أن يكون فيه إجابة ويكون فيه توضيح لكل الرأي العام النادي اللي بيصديف أي مباراة وسيارة الإسعاف مش جاهزة بكافة المتطلبات ما يشاركش أصلا ده رقم واحد اتنين الأندية اللي بتقدم الفحوصات الطبية بتاعتها لو مش الفحوصات مكتملة وكملة بالنسبة للعيبة اتحاد الكرة يمنحها من المشاركة الحاجة التالتة لو فيه تقصير حصل بالنسبة لسيارات الإسعاف يكون فيه شفافية وإعلان من الأندية ومن اتحاد الكرة لو فيه تقصير من مرايب المباراة فيه الإتمام على الإجراءات الطبية هو والحكام يتم إعلانها الحاجات دي كلها لازم يتم منقشتها أي بطولة دلوقتي في العالم بتتلعب سواء على مستوى دولي أو قري أو محلي أول حاجة الناس بتفكر فيها الإجراءات الطبية ده أول حاجة مش الصفقات ولا التعاقدات ولا الملاعب ولا الجمهور ولا الحاجات دي كلها صحة البني آدم في المقام الأول هي رقم واحد لما نوصل للمرحلة دي نبدأ بقى نمارس رياضة ونلعب كورة لما حصلت نفس الواقعة دي في بطولة اليورو قلنا الكل هيتعلم ولكن جد وقعة أحمد رفعت محدش يتعلم وجد وقعة محمد شوقي محدش يتعلم وهتتقرر الواقعة دي التاني وثالث ورابع وخامس أتمنى يكون فيه استجابة ويكون فيه إعلان وتوضيح لكافة هذه الإجراءات سواء من اتحاد الكورة أو من وزارة الشباب الرياضة وننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية ربنا يرحمك يا محمد ويصبر أهلك ويحفظك ويحفظ كل أهل مصر رياضيين وجماهير بشكل عام